اشتركوا في القناة شيطان يقال له خنزب فإذا أتى أحدكم فليدفل ثلاثا عن يساره وليستعث بالله لو حسيت أن في أفكار كتير غير التفكير في ربنا وعن ربنا سبحانه وتعالى يبدأ الشيطان بيشدك من درجة أن بعض الناس كان يقولك لو أنت ناسي حاجة بأدخل في الصلاة لأن الشيطان يقعد يفكرك بيها جوه الصلاة هو عارف أنت محتاج إيه وعارف إيه لشغل بالك فدائما يقعد يفكرك بالحاجات دي أثناء التفكير في الحاجات دي ممكن تنسى ركعة ممكن تنسى تشاهد ممكن تبقى شو أخد بالك لأصلي التلاتة والأربعة فشرع ربنا سبحانه وتعالى من باب التسير ومن باب اللطف بالعباد أنه فيه شيء بنعمله بسيط جدا يجبر نسيانك يجبر يعني كأنه يعني ربنا يسد بيه هذا النسيان أي يتجاوز بيه عن هذا النسيان الشيء ده اسمه سجود السهل الناس بتسأل كتير قوي عن سجود السهل لأن احنا أغلبنا بننسى الأول والإنسان بيسجد للسهل إمتى أنا هقول لكم كذا حاجة هقولك بيسجد للسهل إمتى وبيسجد للسهل إزاي إحنا ممكن نكون بننسى إيه ممكن الإنسان يكون مثلا عسابية مثال يصلي الضهر خمس ركعات ساعتها لو صليت الضهر خمس ركعات انت صلاتك مش باطلة طبعا أنا أعرف أن أنا صليت الضهر خمس ركعات إزاي ممكن تبقى بتصلي مع أصحابك في البيت أو في الجامع وانت الإمام وبعد ما يخلصوا يقع فيك انت صليت خمس ركعات ساعتها في سجود للسهل والدليل استدل بيه العلماء وده أول صورة من صور احتياجنا لسجود السهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بيهم صلاة ربعية صلى خمس ركعات فلما خلص الصلاة صلى الله عليه وسلم نصر حديثه لاجه فتوشوش القوم قاعد يسأله بعض هو لا يكونش فيه وحي نزل خلت ظهر ولا العصر ولا العيشة خمس ركعات فبعد ما توشوشوا كده سألهم النبي فيه ايه فقالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة فيه وحي ان تصلي أربع ركعات خمس ركعات قال لا ايه اللي حصل قالوا يا سيدنا محمد انت صليت بنا خمسة قال راوي الحديث فانفتل النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين ثم سلم لما النبي قالوا له كده صلى الله عليه وسلم قام سأله أكبر وسجد سجدتين وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ففهم منها العلماء أن الإنسان لو صلى المغرب أربعة أو العشاء خمسة لو زودت ركعة في سجود للسهو بعد ما خلص الكلام ده هقولك تسجد إزاي بس خلينا نقولك إيه الحاجات اللي بيها بنسجد للسهو أدي أول حاجة لو صليت ركعة زيادة السبب الثاني لو صليت الصلاة نقصة وبعدين اكتشفت يعني في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم صلى بيهم الضهر ركعتين فبعد ما صلى بيهم الضهر ركعتين وسلم صلى الله عليه وسلم قعد على جنب كده كان بيفكر في حاجة حتى راوي الحديث بيقول فراح النبي فسند على خشبة كده وحط ظهر إيده الشمال على خده ليمين قعد كده صلى الله عليه وسلم اتكأ على خشبة كأنه غضبان وسند إيده كده صلى الله عليه وسلم فالناس بيتكلموا راوي الحديث بيقول وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وطلعت الناس من المسجد بتقول قصرة الصلاة يا جماعة الصلاة الأربعة بقت اتنين وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فذو اليدين ده كان في إيدك الطويلة شوية فبيسموه أبو إدين فرح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فوص النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كده وقال أكما يقول ذو اليدين هو فعلا أنا صليت صلى أقل من العادي فقالوا نعم يا رسول الله أنت صليت ركعتين مكان أربعة فقام النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بالناس ثم سجد للسه يبقى هو لو أنا نسيت وصليت المغرب اتنين مش تلاتة وحد نبهني أو أنا افتكرت بعد ما سلمت خالص بعد ما الصلاة انتهت هقوم أجيب الركعات اللي نقصة يعني مثلا صليت الظهر اتنين مش اربعة الله أكبر وهصلي ركعتين وقبل وهقولك بقى بلاش هقولك ازاي تسجد للسه هصلي ركعتين واسجد للسه وفي الآخر وهقولك بعد شوية ازاي تسجد للسه يبقى اول حاجة تحتاج للسه ولو صليت صلاة زودت فيها او صليت صلاة وقللت فيها وسلمت والصلاة انتهت وحد نبهك يبقى دي تاني صورة من صور سجدة السه صورة او بمع ذا تاني شيء بنحتاج له سجدة السه طيب الاحتياج التالت امتى تاني بس جل للسه لو نسيت سنة من سنن الصلاة انت عارف ان في الصلاة جوها سنن زي الصورة القصيرة زي التشهد الاوسط لو نسيت الصورة القصيرة قرأت الفاتحة وركعت وانا مش مركز ساعتها بيشرى عليك انك انت تسجد للسه فبعد ما تخلص الصلاة خالص اه انا ما قلتش التشهد اللي في النص التشهد الاوسط يا جماعة سنة يعني لا تبطل الصلاة لو انت نسيده فبعد ما تخلص الصلاة بتسجد للسه يبقى صليت ركعات زيادة صليت ركعات اقل سجدت نسيت سنة من سنة الصلاة تسجد للسه حاجة تانية مثلا واحد بيقول اهونا صليت تلاتة ولا اربعة العلماء قالوا له بل النبي صلى الله عليه وسلم قالك لو انت شاكك ابن على اليقين يعني انت بتقول صليت العيشة هيدي ركعة تالتة ولا ربعة اعتبرها التالتة وصلي ركعة ربعة طيب انا بصلي الفجر هو دي الاولى ولا التانية اعتبرها الاولى وصلي ركعة تانية حتى لو كنت صليت العيشة اربعة وانت ناسي افتكرتهم تلاتة فجبت ركعة فبقت في الحقيقة خمسة كويس ربنا سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم ربنا يحسبها لك نافلة كأنك تركعة زيادة ولو كانت فعلا انت ناسي وطلع نسيانك صحي بقى انت الحمد لله اتميت صلاتك وساعتها لما تكون شاكك بتبني على الاقل لو انت مش متأكد ركعتين ولا ركعة تعتبرها ركعة وتجيب التانية مش متأكد تلاتة واربعة يبقى انا قلتلك دلوقتي اربع حاجات محتاج تسجد لهم للسهم صليت زيادة صليت اقل نسيت سنة مش متأكد فقمت مصلي ركعة زيادة كل دي صور لاحتياجنا لسجدة السهم